سين هل يجوز الاشتراك في الأضحية وما العدد الأقصى للاشتراك في الأضحية الواحدة إن كان يجوز ذلك جيم يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في الأضحية الواحدة إذا كانت من الإبل أو البقر أما الشاه فلا يجوز الاشتراك فيها وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي رواية حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي وأجمعوا على أن الشات لا يجوز الاشتراك فيها وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع وسئلت اللجنة الدائمة عن الاشتراك في الأضحية فأجابت تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين وسواء كان بينهم قرابة أو لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة ولم يفصل ذلك والله أعلم